استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايدة لنهيان ممثل الحاكم في منصقة الضفرة في محضر شيا بمنطقة الضفرة وفدا ممثلا عن قطاع الشباب من المؤسسة الاتحادية للشباب ومجلس أبو ظبي للشباب ومجلس الضفرة للشباب بهدف مناقشة دور وخطط المجالس الشبابية في مجال تمكين وبناء قدرات الشباب واستثمار طاقاتهم ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب ووفق توجيهات القيادة الرشيدة للدولة وقدم أعضاء مجلس الضفرة للشباب نبذة عن المجلس وعضائه وأهم إنجازاته ومشارعه والمبادرات التي نظمها خلال عام 2022 كما قدم الوفد لسموه ملخصا حول الصورة العامة لخطة عمل المجلس للعام الجاري 2023 والتي تهدف إلى تفعيل دور الشباب والاستماع إلى آرائهم وتسخير مواهبهم في سبيل خدمة الوطن وتمكينهم عبر إطلاق المبادرات الشبابية المختلفة التي تتماشى مع التوجهات الحكومية في عام الاستدامة شكرا